الى اخبار الانتية المحلية نتابعها في شريط مختصرات كاميليا عبداللاوي سيشرك الطاقم الفني لشباب الوزداد الحارس بو قاسم اساسيا امام شبيب التصورة في غياب مالك عسل المتواجد في تربص المنتخب الوطني الاول وهي المباراة التي يعول عليها بو قاسم من اجل التألق وتأكيد قيمته في الفريق اكد رئيس مولودية العلمة عراس هرادة في اتصال هاتفي مع قناة البلاد عن عودة المدرب السابق للبابية الفرنسي جيل اكورسي خلفا لعز الدين ايد جودي وحول مدة العقد اضاف هرادة ان التقني الفرنسي سيبقى على رأس العارضة الفنية للفريق الى غاية نهاية الموسم عاد فريق اتحاد العاصمة الى اجواء التدريبات بعد يومين راح استفاد منها رفقاء كاريم بايتاش بعد تأجيل لقاء العلمة لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الرابط المحترف الاولى موبيليس والذي كان من المقرر يوم السبت وعليه دخل الفريق التحضيرات تحسبا للقاء العودة من الدور السادس عشر من رابطة ابطال افريقيا امام جمعية بيكين السينيغالي وغاب عن الحصا كل من مفتاح وابن خماسة بداعي الاصابة اجرى فريق مولودية الجزائر حصة تدريبية مساء الاربعاء بابن عكنون وعرفت الحصارية باللاعب الشاب اسامة شيتا بسبب تواجده مع المنتخب الاولمبي